دولة المغربية عندك مني كاسمة يعني والله ما نعرف عليه اختاروا 12 فقط نحن كجزائر ندري أننا تاريخنا الموثق بالحاكم والعاصمة والدولة يرجع إلى 23 قر أول دولة أنشئت باش نتفقوا في تونس العاصمة أول دولة أنشئت في هذه المنطقة المغاربية تونس يا الأقدم تونس أقدم من الدولة النوميدية لأن تونس نقصت قرطاج في هذا الوقت اسمها قرطاج فتأسست قرطاج ثم تأسست نوميديا ثم تأسست موريطانيا وهي المملكة المغربية اليوم السلام عليكم عبدالآلي عبد الصحفي رئيسي الصحيفة لديك شيء لا أهمني ما أحاول لكي نبحث عن الخدمة وماذا هي من خلال ما رأيته وما أعرفت أنه الخدمة هو مسترزق من المسترزقين بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي واحتراماتي لكم ودعواتي بأن يرفع الله البلاء والغلاء عن الأمة العربية وسائر بلاد الدنيا وأن يشفي كل مريض يتألم ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم كبسولة جديدة من حكاوي القوة الضاربة في عمق البطيخة القارة الكوكب الزفت الهباب على جماغهم كل يوم يطلع لنا واحد من هؤلاء المقرقبين ويبدأ يفتي فيه اللي له علم فيه واللي مالوش علم منهم طبعا كما هو معروف طبيب الحمير اللي بيركب زباينه محمد دمير هذا الدمير الغبي الجاهل تاريخيا اللي ما يعرفش أي حاجة وبيحاول يعمل فيها مؤرخ على الفاضي بالكذب والهرتلات الرجل ده آآ مخترع وعالم ومقاول وآآ الدكتور بطري وبتاع كله بيعمل كل حاجة ومؤرخ تاريخي دي آخر حاجة بيجيب ما عرفش معلومات بيستقيها منين وكلها كذب ولا فاهم أي حاجة وعمال يهرتل وهم عملين يسقفوله وعجبهم قوي كلامه لأنه ضد المغرب الشريف آخر هرتلاته يا جماعة اللي أنا سمعتها كان مستضيفينه على قناة الهباب الشرور بتاعتهم دي والراجل قاعد يفتي ويتكلم كلام ليس له علاقة بالتاريخ لما قريب ولا من بعيد قال 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 إن أول آآ يعني بلد اتأسست أو أول امبراطورية اتأسست كانت امبراطورية كارتاج كارتاج اللي هي في تونس وبعدين نوميديا اللي هم معتمدين عليها وكأنهم يعني كانوا قراقبة يعني اللي عاملين نوميديا دي وبعدين نوميديا وبعدين موريتانيا موريتانيا ما كانش فيه وجود للمملكة المغربية الشريفة كان فيه وجود لموريتانيا وإن الموريتانيا ما كانش المغلب الشريف المملكة المغربية الشريفة ما كانش لها وجود في هذا التوقيت عشان كده هم أقدم من المملكة المغربية الشريفة واكبر في المساحة وبالتالي يحق لهم اسم المغرب هم اولى باسم المغرب من المملكة المغربية الشريفة يعني الجزائر الاسم ده مفروض ما يبقاش بتاعها وهي اولى انها يبقى اسمها المغرب مستند على كلامه بيقول المغرب الادنى والمغرب الاوسط والمغرب الاقصى المغرب الادنى اللي هو تونس ودي تأسست الاول وبعدين الاوسط اللي هي نوميديا اللي هم قرقبيان العظمة القوة الضريبة في عمق البطيخة القرى الكوكب الزفت على جماغهم وبعدين موريتانيا يعني المغرب ما كانش له وجود المغرب الشريف ما كانش له وجود طب تعالي بقى يا حلو انت يا معفن لما قلنا كان الصح ايه الصح يهبل ان اول قبائل امازيغية وصلت وصلت المملكة المغربية الشريفة ارض المغرب الاقصى واستقروا في المغرب الاقصى بما فيهم موريتانيا اللي ما كانش اسمها موريتانيا اصلا كانت عبارة عن صحرة ما كانش لها اي اسم بعد كده سموها شنقيط وبعد كده تسمت موريتانيا لما اعلنوها سنة 1960 لما تم اعلان قيام دولة موريتانيا سنة 1960 لكن المنطقة دي بالكامل كانت مكان للقبائل الامازيغية اللي استقروا في موريتانيا وفي الصحراء المغربية وفي المملكة المغربية الشريفة ما كانش اسمها موريتانيا طبعا استقروا في مكان موريتانيا دلوقتي وبعد كده هجروا من من المغرب الاقصى اللي هو المملكة المغربية الشريفة والصحراء المغربية واستقروا جزء منهم في جنوب دولة قرقبيان وفي تونس وفي ليبيا وجه جزء منهم الى مصر بعد كده لما جوم يعملوا مؤتمر المؤتمر الاسلامي كانت المملكة المغربية الشريفة رفضة تماما انها تعترف بوجود بلد او دولة اسمها موريتانيا واعترفت بموريتانيا في عام 1960 حتى يقام المؤتمر الاسلامي اما انتو هتقول لي نوميديا هتقول لي عفري تزرق انتو مين انتو مين يعني انتو مين انتو سلالة مين كل تزوير في التاريخ يا جماعة وكل اكاذيب وكل هرتلات ولا اساس لها من الصحة يعني لا اساس لها من الصحة هو بيتكلم بقى في حاجات في القرن التاني الميلادي والقرن التالت الميلادي وحاجات كده يعني من سبعمائة تمنمائة تسعمائة سنة لما نيجي نتكلم بقى ونتكلم بجد ما كانش لهم اي وجود اصلا نهاقي كل الامبراطوريات اللي قامت على الارض الخلاء دي كانت ارض خلاء عبارة عن صحرة بس استقرت شوية ومشيت استقرت شوية ومشيت لحد ما جيه الاتراك العثمانيين واقاموا مدينة الجزائر لما لموا شوية جزر وعملوها مدينة ولموا قطعين الطرق وقراصنة البحور وعيشوهم تحت امرتهم في هذه المدينة وشغلوهم على الاساطيل التركية او العثمانية في وقتها قراصنة يوقفوا يقطعوا الطريق على السفن عشان ياخدوا منهم جباية عبر البحر المتوسط دي بداية نشأت دولة القرقوب القوة الضربة في عمق البطيخة يعني دي البداية بس في العهد العثماني بعد كده جات فرنسا دفعت لتركيا سبيت لها كل حاجة وخدت بعضها ومشي بعد تلتمية ومش عرف واربعتاشر سنة ولا كم سنة احتلت فرنسا المكان كله 132 سنة وبدأ بقى بدأوا يتكسروا بقى ويبقى لهم وجود في ظل وجود الدولة الفرنسية اللي اصلوا بقى فرنسي واللي اصلوا تركي واللي اصلوا اسباني واللي اصلوا ايطالي واللي اصلوا مش عارف ايه واللي اصلوا عربي واللي اصلوا امازيغي ودي بنسبق ليلى جدا هو ده وجودهم اللي قاعد يفتح في التاريخ وهو لا فاهم تاريخ ولا فاهم جغرافيا ولا فاهم اي حاجة ويقول ايه اشمعنا 12 قرن يعني تاريخ المملكة المغربية الشريفة ده 12 قرن ده بداية الحكم الاسلامي فيها 12 قرن بداية الاسر الاسلامية اللي حكمت المملكة المغربية الشريفة اما قبل كده كان لهم قرون وقرون وقرون الاف السنين قبل كده الاف السنين فما تجيش انت يا مواليدي 62 1962 وعاوز تمشي التاريخ على مزاجك وكله بالكد وكله بالهرتلات وكله بقلة الادب والتزوير وللأسف يا جماعة لاقي اللي بيسقفوله ولاقي اللي بيشجعوه ولاقي اللي فرحانين به هذا الجاهل الغبي بتاع كل حاجة شغال في كل حاجة مخترع عبقرينه طبيب حمير وبغال شغال مؤرخ شغال مقاول شغال اي حاجة بتجيب فلوس هو شغال فيها وفي الاخر عامل فيها مؤرخ وعمال يجدب 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 لكن الكدب للأسف على مزاجهم وجاي على هواهم ومبسوطين وفرحانين به وعمالين يسقفوله ويروجوا له محاولة لصناعة التاريخ بالكذب محاولة لإثبات الوجود بالكذب وهم في الأول وفي الآخر مواليد عام 1962 يعني عمرهم كله 61 سنة شاءوا أم أبوا بل همش تاريخ قبل كده وشاءوا أم أبوا المملكة المغربية الشريفة صاحبة التاريخ وصاحبة حضارة وصاحبة أمجاد بمزاجهم أو غصب عنه شيء مخزي ومؤسف إن إحنا نغالط التاريخ وإن إحنا نجدب على التاريخ وللأسف لما بيتولى الجهلاء يعني على رأي اللي بيقول بيمسكوا الحديدة ويتكلموا يعني للأسف النتيجة بتكون زي ما حضراتكم شفتوا كده غباء في غباء ويضرب حبتين القرقوبي ويطلع يقول أحلى كلام والمقرقابين التانين يسقفونه لكن هذا لن يغير في التاريخ شيء لن يغير في الواقع شيء لن يغير إن فرنسا سرقت أراضي من الدول المجاورة لها بما فيهم المملكة المغربية الشريفة وضمتها لدولة قرقوبيان العظمى عشان تبقى في المساحة دي اللي وقعت بيتكلم ويقول إيه إحنا أكبر مساحة وإحنا أحق بالإسم بعينك إن يكون لك تاريخ زي المملكة المغربية الشريفة ولا مصر ولا غيرهم وبعينك إنك يكون لك وجود أصلا يعني أنت قشة في مهاب الريح كل التحية والتقدير والاحترام لكم سعدت بكم وسعدت بجودي معكم دعواتي بأن يشفي الله كل مريض يتألم ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا رب العالمين تبطم أينما كنتم وطبط أوقاتكم عاشت مصر وعاش المغرب ولا عاش أبدا من عادهما ولا خانهما ودائما وأبدا وما حيت أقول أن العروبة ليست دولة إنما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن وعلى فكرة أنا تعمت الظهور بهذا الزي المغربي المشرف التاريخي اللي أي حد يتشرف إنه يرتدي أشوفكم في كابسولة جديدة ومش هتأخر عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته